يقول الإنسان المؤمن يلتفت إلى أولاده يقول لهم أولادي أهلي هل لكم أن تأتون معي إلى القبر؟ يقولوا لنا نحن معك إلى شفير القبر إلى حفة القبر فقط لا أكثر أصلا بعضهم يخافون يشوفون في القبر نحن معك إلى شفير القبر ثم يلتفت إلى عمله يقول لعملي أنا كنت فيك زاهدا إي والله بس العمل بس العمل أن أعمل فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما دعمقربة أو مسكينا دعمتربة هذا إحنا ما كنا نركض وراه فلتفت إلى عمله يقول لهم هل لك أن تأتي معي إلى قبري؟ يقول لهم نعم أنا معك في قبرك إلى يوم يبعثون تخير خليطا من فعالك إنما قرين الفتا في القبر ما كان يعمل تخير خليطا من فعالك إنما قرين الفتا في القبر ما كان يعمل ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل نعم يقيم قليلا بينهم ثم يرحل سبعين سنة ثمانين سنة تسعين سنة ماذا يريد أن يطول الإنسان في أمره؟ بالنتيجة يقيم قليلا بينهم ثم يرحل وخلف وراه خلف كل شيء فعلى شنو الإنسان يتغير؟ حذيفة بن اليمان الذي كان في المدينة هو نفسه حذيفة بن اليمان في المدائن في الأمبراطورية السابقة للفرس في ذلك المكان أجي حذيفة بن اليمان راكب على حمار أجلكم الله استقبله أهل المدائن طلعوا أهل المدائن يستقبلون الوالي الوالي دايجي الوالي من قبل أمر ابن الخطاب جاي هاليوم يريد يكون حاكم والي على المدائن فشافه واحد راكب على حمار أجلكم الله قالوا لهم أنت ما شفت والي المدائن قالوا لهم والي المدائن منه؟ قالوا لهم والي المدائن حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان والي المدائن هذا الذي يقول عنه النبي من أصفياء الرحمن دمعت عينه قالوا لهم أنا ما شفت والي المدائن ولكن إذا تشألون عن حذيفة أنا حذيفة أنت حذيفة أنت اللي أجي تصير والي صار و استقبلوت حياك الله أهلا كذا انزل من على حمارك تعال اركب هذا الفرش إحنا مهيئي لك مركب قالوا لهم لا عمي أنا ما جاي هنا أريد أركب على أكتافكم أنا جاي هنا أريد أخدمكم عينني عمر ابن الخطاب لأكون أنا واحد من المسلمين وخادم للمسلمين وما أريد منكم شيء كله له هذا القصر قصر ملك الفرش تعال يعني ما احتاج قصر قالوا له إذن وين قال لهم أكون بينكم اتوفروا لي علف الحمار أجلكم الله وخبز اليوم اللي آكل أكثر من هذا أنا ما أريد قال لا أبد لا رواتب ولا معاش ولا كل شيء ما أريد أنا حالي حالكم أريد أن أخدمكم حقيقة حديفة ابن اليمان حديفة ابن اليمان هذا عمله؟ نعم إنه من أصفياء الرحمن ليش؟ انتظروني بعد الفاصل أقول لكم ليش حديفة وصل إلى هذه الدرجة؟ أرجع عليكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر